معي في هذه اللحظات الزميل العزيز وش الساعد علينا دايما موجود في المغرب مع بعثة فريق النادي الاهلي ووشه حلو دايما كريم أحمد دموفة دوقنات الاهلي مسائل فل يا كريم مسائل فل عليك زميلي محمد سعيد يعني وشكرك طبعا وكل التحية لك وكل مشادينا وكل جمهورنا ويمكن دي دعوات جمهور النادي الاهلي الحقيقة للحالة اللي احنا فيها والأداء المماز جدا تعالى لك وردنا العظيم يا رب تكمل على خير حمد إن شاء الله بالتوفيق يا رب يا كريم والكل كرول عمل عويدة ودكروري وكل الناس اللي معاك إن شاء الله عشان يعني الفترة اللي جاي كمان هيبقى فيه ضغط شغل ومتابعة مهمة جدا لكل الكواليس لكن انت معنا على التليفون مش عبر البس المباشر لأن في هذه اللحظات انتم متحركين خلاص ورايحين للرباط عايزة يا رب ترتيبات السفر وحوالي ممكن ساعتين ونص ثلاث ساعات على ما الفريق يصل الرباط ازاي تم التحضير ازاي تم التنصيق مع الفيفا ويمكن البطولة دي ربنا يكون فعونكو كلكم يمكن الترتيبات والتنقلات كثيرة جدا عكس البطولات السابقة اللي كانت في الضحة أو حتى في أبو ظبي الحقيقة محمد يعني واحدة من أصعب البطولات الحقيقة بالنسبة للتنقلات لفريق النادي الآلة وبعثة النادي الآلة الكامل من طنجة إلى من تطوام إلى طنجة ومن طنجة إلى الرباط مسافات طويلة جدا يعني انتكاب دا معاك اليوم النهارة محمد بدون راحة يستمر مستر كولر في الاستعداد للمباراة المهمة والمرتخبة واللي ممكن كل جمهور النادي الآلة منتظرها الآلة وراء المدليز من عارضة كان تدريب صباحي ناشر دورا لكن انت عارف طبعا كل المجموعة اللي شاركت فيه من مباراة الأمس نخدف هنا في بوندو الإقامة ركبر الخاص بيهم ممكن مستر كولر اشتغل في شكل كبير والجرعة تدريبية كاملة لكل المجموعة اللي مشاركتش فيه المباراة الماضية يعني احنا طبعا حمد في خلال العشر دقيقة واقال من عشر دقيقة ان شاء الله بإذن الله نتوجه الى الرباط يعني رحلة من ساعتين اربعين دقيقة الى ثلاث ساعات يعني كنا كان فيه اختيار في البداية نكون فيه الاصل انت عارف حمد الاصل يمكن ساعة او ساعة وربع الى الرباط لكن فيه معدات كثيرة جدا حقيقة الاول الكطار الاول براك بالضبط يا حمد بالضبط يعني انت عارف المعدات وخوفا طبعا لأي شيء يفقد في هذه الريحلة وكمان موجود الجمهورة يكون بكثافة بشكل كبير جدا يمكن امور تركبية الحقيقة طبعا بداية من كابتن محمود الخطيب الكابتن سال عبد الحفيز فكان الاستقرار يمكن هناخد الطريق بحفلات عشان كده الطريق يمكن هيستمر لتلت ساعات لكن ان شاء الله بإذن الله تصل باكي تنادي الآلي بالسلامة وعاقد الوصول مباشرة كالعادة طبعا الكل سيدخل الى وضبط العشاء ومنها محاضرة تنية سريعة لمستر كولر قبل طبعا الصعود الى الغرق والاستعداد من جديد لتدريب الغد يعني رحلة شكة ورحلة صعبة لكن الحقيقة التحدي الكبير والمجهود الكبير اللي بيبزل والتنظيم الإداري الحقيقة محمد يعني بسهل أمور كتيرة جدا بدأت من خنده هنا تنجر الحقيقة ان احنا كنا مستمرين فيه تتبقى فيه صعوبة ان انت ترجع تطوان وبعد كده تبقى تخش في رحلة كبيرة جدا للرباط فيمكن الامور دي الحقيقة بسهل بشكل كبير جدا ان المدير الفني مستر كولر بيكون تركيزه فقط في الجانب الفني وده اللي بيقوم دي الحقيقة تتبقى الإدارية مهمة جدا ويا رب ان شاء الله تكمل على خيرا محمد انا عايز بس سقول يا كريم من النقاط اللي انا شايفها سلبية بصراحة عند المسؤولين في الاتحاد الدولي فيفا ونتكلم بكل صراحة وبكل امانة الاتحاد الدولي يجب عليه ان يتعامل مع كل الاندية بشكل فيه سواسية يعني النادي الاهلي اسم كبير ومكانة كبيرة ما كانش ينفع ان الاتحاد الدولي يقرد حتى على النادي الاهلي ان هو يسافر من طنجة الى الرباط عبر القطار يعني المفروض المسافة طالما تخطط اكتر من 200 او 250 كم لازم تكون فيه رحلة طيران داخلي حتى لو رحلة خاصة ان انت كالتحاد دولي بتنظم بطولة كبيرة زي كاس العلم للاندية فالطبيع ان يكون فيه رحلة طيران خاصة ما من طنجة الى الرباط لكن مش عارف الفيفا مش عارف ليه بيتعامل في البطولات دي بشكل مختلف يعني ما علينا اكيد النادي الاهلي جاهز لكل هذه الترتيبات وكانا اللا فعونكوا بصراحة وفعون البعثة لكل اللي بيحصل في الاتحاد الدولي من ترتيبات لهذه البطولة لكن انا واثق ان شاء الله باذن الله كريم ان الفريح هيكون كل التحديات دي فيها نتائج ايجابية للاهلي باذن الله في المباراة القادمة يا كريم وقفت معك تماما يا حمد يعني كنا بتبنى طبعا من التعامل يكون زي ما انت شرحت بساكة البيت تكون التوفير كل واسأل النقل ومصورة تكون طيبة جدا الضائرة ممكن تكون موجودة او متوفرة لكن انت عارف حديات دي بتزود المعنوات بشكل كبير جدا عن تلعاب النادي الاهلي وكلها بتكون رغبة كبيرة جدا في سعادة الجمهور عشان كده ببقى مطمينين يا محمد لما بقى بنا صعوبات اللعيبة بتنعكس عليها بالتدريبات بيبان الحماز بيبان وبتطبق الحية في أرض الملعب بأداية ونتيجة بتوصع كل جمهور للنادي الاهلي يعني زي ما بقولك يا من أصعر رحلات الحية على بات النادي الاهلي وعلى اللعبين لكن أداة ودود إن شاء الله عندنا حلم كبير ومهمة كبيرة جدا هممكن نعاقب انتهاء المباراة أمس بدأ التحضير كالعادة من مستر كولر بمشاهدات المباريات ببعض الهايلايط سل الأرض هيعرضها على كل العيب المنادي الاهلي هيحاول من كل العيب يتطرق على بعض الحمول طبعا لفضل وعيبات الهجومية الدفاعية في رب إن شاء الله بإذن الله نشبهيها يا ربنا محمد والله بإذن الله ربنا المعفرق النادي الاهلي يجب أن نوصل بمشيئة الله الحالة الطبية والبدانية اللعبة كلها الحمد لله سليمة يمكن دكتور أحمد أبو عبلا طبنك يا كريم على الحالة الخاصة بكل اللعب أو فيه شكوى من إجهاد أو شد لقدر الله يعني واحد من أهم الملفات الحقيقة محمد اللي أنت بتناشر وهي الحالة البدنية والقياسات الملف في القياس الحقيقة اللي ممكن تم بس لجوة كبيرة جدا في من القاهرة يعني يحافظ في كل العيب النادي الاهلي على اللاين الصحيح أنت تزي قرعة تتريفية كبيرة تتريح لعيب ما تشاركوش في هذه المباراة ده أمور يمكن الحقيقة ممكن الناس تقول ليه ده ما نزلش المباراة لا كلها أمور كياسية أمور طبية أنت بتحاول أن أنت النفس الطويل في البطولة تطمينك كل العيب النادي الاهلي الحمد لله ما فيش أي حدي بيشعر بإيجاد لكل الحقيقة يأدي أداء رجولي جدا كل بيحاول يحافظ على نفس محمد كمان البرنامج التدريبي والتأهيلي الموضوع والمباشرة الطبية الكبيرة جدا من طبيب النادي الاهلي يا أحمد وعبلا يعني كل صغيرة وكبيرة الحقيقة ما فيش ناس مركزة بشكل كبير جدا عشان كده الحمد لله ما فيش أي إصابات ما فيش أي أجاد يا رب يحافظ على عيب النادي الاهلي على مدار الـ 48 ساعة القادمين حتى موعد المباراة يا رب إن شاء الله بإذن الله نكون في يومنا كل لعبتنا يعني زي ما أكدت الحمد أنا قلت الجملة يعني احترم المنافس لكن ما تكفش منه ريال مدريد قيمة كبيرة جدا 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 لكن احترام موجود لكن الخوف يكون لديه تأثير سلبي على لعب النادي الاهلي حتى نادي الاهلي عندها من القدرة والإمكانيات أنها تكون مد بمد بمشيئة الله وتوفير ربنا سبحانه وتعالى فأمنا في ربنا كبير إن شاء الله سؤال كمان أخير ومهم جدا يا كريم وبشكرك عليه لأنه عمل رد فعل إيجابي جدا على السوشيال ميديا لما برح سألت مرسي القولر على الاستعداد لمباراة ريال مدريد وإذ فجأة يمكن طلع الهارد ديسك اللي فيه كل الماتيريال ينزل خاص بفريق الريال الرجل بيحضر وبعد ساعة من مباراة سياتي الجاهز وبيفكر وبيحضر وياسين الميكاري محضر كل الأمور المتعلقة بالتحليل للنادي الملكي فريق الريال بإذن الله الحقيقة محمد يعني اختيار الجهاز الفني بالكامل بمجرس دارة نادي الأهلي يعني أمر كان مهم جدا لأن الحقيقة اللي احنا شاهدينه أحمد مجهود كبير من كل الأفراض القصة تحديدا ياسين الميكاري يعني يمكن ممكن ما يتفرجش على جزء من المباراة يكون بيحضر شيء للمباراة القديمة ممكن يكون بيعمل أمور عديدة جدا عشان مستر كولر بيطلب الطلبات فيه وقتها بكون موجودة الحقيقة ممكن ياسين كان بيقوم بدور كبير خلال الأيام الماضية وكان بيحضر في المباراة مباراة الأمس طبعا مباراة سياتل لمباريات ريال مدريد الرجل يمكن قال بعية ثلاث مباريات أخيرة وممكن كمان محمد يعني عند المعلومة أنهم ممكن يتغلبوا من المعارضة كمان ريال مدريد فعندهم بقى يعني أكيد صحيح كبير جدا أنهم يظهروا بشكل أكبر لكن زي ما بقولك التحضيرات المهمة جدا حقيقة من حل الأداء ومسر كولر اللي مركز بشكل كبير رجل هيحط الخطة هيقول لكل واحد واجباته هجوم لكن هو الفرح يكون في العيب الناجي الأهلي شخصية هيكون إيه دخلنا هيكون إيه خفنا ولا احترام ده عمر مهم جدا في رب إن شاء الله يكون احترام والاحترام يترجم بإذن الله بفوض كبير إن شاء الله لفريق الناجي الأهلي وفرحة تكون مهمة جدا مش بيدعا ربنا والله نحمد بالأداء اللي احنا شاكينه وبالإصرار اللي فيه العيدة الناجي الأهلي ربنا معاكم ويوفاكم وإن شاء الله بإذن الله نتيجة في علم الغيب لكن أنتم بتعملوا كل اللي عليكم وبإذن الله إن شاء الله الأهلي يرجع بنتيجة إيجابية وبشكرك بالتأكيد يا كريم على كل هذه المعلومات وتوصلوا الرباط النهاردة مساء اليوم بسلامة اللي أنا عارف الطريقة هيبقى صعب يمكن بنتكلم في ثلاث ساعات على الأقل الطريق البر من طنجة إلى الرباط لكن بإذن الله النادي الأهلي جاهز لهذا التحدي وإن شاء الله الفريق هيكون على جاهزية كاملة يوم الأربع اللي قائل